الدراسة خلاص على الأبواب فاضل أسابيع قليلة والمدارس تستقبل طلاب جداد طلاب اتقلوا من مرحلة للتانية وفي طلاب أول مرة خالص يروحوا مدارس وأول سنة دراسة هتكون ليهم السنة سنقول لها دراسة ده عنوان مهم جداً لأن الطلاب دول بيحتاجوا طول الوقت للدعم النفسي سواء من الأب أو الأم أو المدرسة عشان يبقى عندهم حب للدراسة وحب للمدرس ويمكن فيه أسئلة كتير جداً بتتبادر عند أولياء الأمور ابني لو رايح سنة أولى مدرسة أعمل إيه؟ يا هي الطرق اللي تخليه يحب الدراسة ويحب المذاكرة ويحب المدرسة ويحب زميل ويكون متفوق يمكن دي أسئلة كتير حنعرفها النهاردة في فقرفنا من دكتورة شايماء هلال الاستشاري النفسي والتربوي اللي من ورانا نهاردة في السيديو أهلا بك يا دكتور أهلا بك وصباح الخير أهلا بك وصباح الفل يا دكتورة من ورانا بالتأكيد فيه زي ما بيقولوا كده روشيتة لكل أب أو أم مع كل طفل بيخش الحضانة أو بيخش المدرسة في سنواته الأولى الصح إيه وإيه الغلط اللي بنعمله طيب خلينا نبدل كلمة الدعم النفسي علشان الدعم دي يعني حد عنده مشكلة لكن التأهيل علشان ما أعشف المشكلة أصلاً يعني خلينا نقول إزاي نأهل ولادنا نفسياً للمدرسة وخصوصاً اللي داخلين كاجي مرحلة الرياضة الأطفال أو أول سنة دراسية في حياته طيب هي روشيتة بتتعلق لها ثلاث بنود ملهاش رابع هي بندين منهم عندنا في البيت وبندي خص المدرسة علشان كده إحنا لما بننطقي المدرسة بننطقي مجتمع تربوي مش تعاليمي لأولادنا بننطقي مجتمع بيهتم بالتربية بيهتم بالإحتواء أكتر من المستوى الأكاديمي أو الدراسي لإني ده ما الحق عليه يعني جاي جاي لكن في سنوات الأولى الإحتواء النفسي هو أهم حاجة لكن لو كلمنا عن الخطوات اللي عندنا في البيت المدرسة عبارة عن انفصال عن الأسرة والتزام بس فلو أنا دربت أولادي على النقطتين دول هستقبل عام دراسي جديد سعيد وهادي طب التزام أفهمها ولكن انفصال على الأسرة إزاي في السنة الصغيرة رزيلا الانفصال عن الأسرة هقول لك إحنا بنبدأ ندرب أطفالنا للسنة الأولى الدراسية من هم عندهم ثلاث شهور لما بنلا معهم بخ إحنا بنختفي من قدامهم للحظات وبعدين بنرجع تاني ده بداية تدريب على إن إحنا ممكن ننفصل عنك لمدة دقايق أو ثواني وبعدين لما نكبر شوية نبدأ نلعب لعبة تانية اللي هي الاستغمية إن إحنا نستخبه وهم يدوروا علينا فيلقونا فده بيدي مفهوم عند الطفل إن إحنا ممكن ننفصل عنهم لدقايق أو لثواني ونرجع تاني كل ما بنكبر كل المفهوم ده ما يكبر أكتر لدرجة إن إحنا علشان ما نوصل لسنة أولى دراسة نبقى عندنا في الساب كونشس كده كأطفال في دماغنا راسخ مفهوم إن ممكن أنا أنفصل عن ماما أو عن الأسرة لوقت معين وبعدين أرجع بمنتهى الأمان والأمن ألتقي بيهم تاني ما يبقاش صراع نفسي فالبيت المفروض يأهل الأولاد أو يأهل أطفال للانفصال عنهم ودايما بنقول إن مهمتنا في حياة أولادنا تأهلهم للانفصال عننا يعني إزاي حيتصرفوا في غير وجودنا إزاي حيواجهوا مواقف في غير وجودنا إزاي حندربهم على مواجهة تنمر أو اعتداء أو حد خد حكتي أو إني عايزة أطلب حاجة أو إني عايزة أرفض حاجة إزاي حعمل ده كله في غير وجودي فهلاقي نفسي منه طفلي عنده سنتين لما يجي تكلمني في ودني قدام الناس ببعده عني وقوله علي صوتك هلاقي نفسي لما طفلي عنده عنده 3 سنين لسه أبني المدرسة لما يجي يشتكيلي في تجمع عائلي أو جادرينج مع جراني أو كده من تنمر أطفال عليها هوجهه إزاي يحل مشكلته بنفسه لإني حتى كأم في دماغي من البداية إني بأهله للانفصال عني فييجي أول سنة دراسية هدية وسموز ونعمة فيه طفل بيكون مؤهل نسبيا أكتر من طفل تاني لأن فيه استعداد نفسي عنده طفل بيختلف عنده تاني فيه طفل بيكون راح قبلها حضانة وفيه طفل ما بيكونش راح وفيه طفل بيكون راح الحضانة وقضى طول وقت الحضانة عيان زي ما كل الناس الأطفال بتبقى أولا وتروح لحضانة بتاعي فما استفدش قوي وفيه طفل طبيعته أنه هو بيفضل حابب يفضل في الكمفرد زون بتاعته فبعد أما خلص عقبة أنه دخل الحضانة لأ نفسه بينقل بيروح مدرسة حقيقة دي كلها عوامل بتخلينا نشوف فروق فردية واضحة جدا في سنة أولى دراسة في حياة الطفل بنلاقي أطفال كل الأطفال بتترب في أول يوم أو أول أسبوع كل الأطفال حتى يعني مهما كان درجة استعدادهم النفسي أو درجة تأهلهم كمان لكن في أطفال ده الفطام الفطام ده دي مرحلة اسمها مرحلة فطام مهمة فطام نفسي مهم بتعدي أوام بسرعة نتيجة العوامل كتير أهمها طبعا أنه راح الحضانة والحضانة دي بقى بيجي دورها وأهميتها أنه مش معنى أنك قاعدة في البيت أو مثلا أنت رب تمنزل مش بتشتغلي معنى ده أنه الحضانة المهمة الحضانة مهمة جدا واختيارها مهم جدا 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 لأن في حضانات بتحتضن الطفل بس يعني ده دورها أنها بتحتضن الطفل لحد ما أهله ييجوا سواء بيشتغلوا أو لا لحد ما أهله ييجوا فتلاقيها بترع مش بتأهل لكن دور الحضانة الحقيقي هو تأهيل الطفل للمدرسة من كل النواحي اجتماعيا ودراسيا ونفسيا ومن جميع النواحي ده دور الحضانة نيجي بقى للنقطة الأهم اللي هو استعداد الطفل زي ما بتقولي كده أنه هو مش حابب يطلع من الـ comfort zone بتاعته النوع ده من الأطفال مش هتلاقيه عنده مشكلة في الدراسة أو في المدرسة بس هتلاقيه عنده مشكلة في غياب الأم عن نظره ولو اللحظات فنلاقيها لو راحت عند جارتها في مشكلة حب التملك مش تملك ألا إنفسات ومرتبط بيها بزيادة مش قادر يحل مشاكله أو يواجه مواقفه بدونها فهتلاقي عنده المشكلة دي الطرفين فيهم مشكلة يعني حتى الأم إذا ثابت ابنها عند مامتها مثلا وتشوى مكان آمن ووثق فيه وكل حاجة تلاقيها كل خامس ده بتتصل بيها الولد عامل إيه؟ الولد عامل إيه؟ فهي القلق ده بيبقى من الطرفين من الأم ومن الطفل فده لازم يتحل وبسرعة قبل دخول الطفل للمدرسة لإنه بتبقى مشكلة كبيرة والمدارس بتبقى نوت كواليفايد أو غير مؤهلة لعلاجها لإنه بيقى موقف محتاج علاج نفسي مش تأهيل بس مش تربية إيه أبرز الأخطاء اللي بتقع فيها معظم الحضانات أو المدارس مع الأطفال الجداد فأول يوم درسة أو أول سنة درسية إنه ما نبصتش على الهيستوري نفسي بتاع الطفل الولد ده أنا مثلا لو مدرسة وده خلي مجموعة من الأطفال كي يجي فهلاقي طبعا فروق فردية هيلة ما بين أطفال الأطفال يعني هلاقي طفل بيهدي الأطفال اللي حواليه وهلاقي طفل كان داخل كويس بدأ يترب أو بدأ يتهز من هزات الأطفال اللي حواليه وهلاقي طفل منهار من العياط هلاقي فروق فردية كتير ما بين الأطفال فأنا دوري كمدرسة نكحة أو شطرة إزاي أحتوي الطفل ده وإزاي أعامل كل طفل بخلفيته النفسية يعني ده طفل راحة ده أنا غير طفل لأ طفل وحيد وأهله وحيد مامته وبابا غير طفل عنده إخوات كتير فده طفل ده أول مرة يشوف أطفال ومجتمع لكن ده طفل واخد على وجود أطفال بيترمروا على بعض وبياخدوا حاجات بعض وفيه خناقات فيه ومنوشات فقادر يهندل أموره هل ده من العدل أن الطفل ياخد من الاهتمام ومن الرعاية في الكلاس بالذات في أول أسبوع أكتر من طفل تاني لأنه واحد قدر أنه يعبر عن مشاعره فعيط وواحد ممكن منخضطه مش قادر يا عيط لا ده بقى دور المدرسة النجحة إنها إحنا دلوقتي بنقول طفل متأثر لأن تعبير الأطفال بيختلف طبعا طفل متأثر منهار وطفل عادي تمام لكن طفل الطفل اللي منهار داخليا ده أصعب وأصعب ده أصعب درجات الانهيار يعني داخليا حتى مش قادر يعبر ده بقى هنا بتيجي دور المدرسة الجيدة اللي فيها أخصائي أو أخصائي نفسية جيدين في بداية العام الدراسي يبدأوا يكتشفوا المواقف دي مش سطحيا بيبقى من العمق وده طبعا هو ده اللي بيفرق مدرسة عن مدرسة الجد والجدة والخال والخالة والعم والعمة زي لعبوا دور في تلطيف الأجواء دي الجد والجدة يعني هما طبعا في مجالنا التربوي تحدي بيعتبر تحدي كبير يعني قلب الجدة دايما طبعا آه عز الولد ولد الولد آه قلب الجدة طبعا يعني يحب أكتر ما يربي والتربية دايما فيها نوع من من مش مش من القصوة من الحزم فالجد والجدة مفيش يعني مفيش القصة دي يعني هتلاقي دايما آه والدتي ربتني بطريقة غير تماما اللي هتربي بيها بنتي أو هتبصر الموقف غير تماما ما بصته معايا أنا زمان فده تحدي كبير في في عالمنا أو مجالنا التربوي الجد والجدة ده حقيقي آه دورهم آه إنهما يعني مش هقول يسكتوا لكن يسيبوا ماما وبابا آه يمشوا في الخطوات الحازمة خريبة بس أنا كنت متخلل منك تقولوا عاي ساعدوا إنهما هم المساعدة بتاكن بيدربوا الطفل إنهوا بعد عن المساعدة تيجي إزاي المساعدة تيجي إنهما بس يعني يجمحوا العطفة القوية قوي بالعطف ورحمة الطفل يعني يسيبوا ماما وبابا في الوقت ده اللي محتاج حكمة وعقل وحزم يسيبوهم يتعاملوا بعقل ما يتدخلوش بس بالعطف الزيادة علشان ده بيبوز الأطفال خالص طيب حضرتك كلمتي عن التأهيل النفسي للأطفال هل الأهالي نفسهم لازم يقوموا أهالين نفسيا عشان يقدروا يقوموا أهال أولادهم يعني في بعض أهالي بالذات الأمهات والأبهات للطفال الطفل الأول لسه أول سنة دراسة تلاقي الأم وصلت الولد ولا البنت المدرسة وقاعد على باب المدرسة بره قاعدة مستنية مش عارفين نطفطب عليها ولا نطفطب على الولد عشان هما اللي اتنين قاعدين زعلنين إنهم دخلوا بصي منقدرش طبعا نيجي على المهم الأم ونقول لها لأ جمادي هو ابنها وابنها الأول هتلاقيه تختلف كليا مع ابنها التاني والتالت ابنها الطفل الأول ممكن تنسى التالي ده أصلا مدرسة خصص الطفل الأول لي مكانة خاصة يعني مش بيحبوا أكتر لكن يعني بنتعلم فيه أكيد كلنا فما نقدرش نيجي على الأم زيادة لكن ده بيرجع لنا للي احنا قلنا من شوية إن احنا أهلنا نفسنا وأهلنا الطفل للانفصال عن بعض وده بيبقى تأهيل المشكلة لو موجودة هتبقى من الطرفين والتأهيل لو موجود هيبقى برضه من الطرفين أنا لازم أهل ابني أبقى عارفة إنه مش بتايعي ده قاعد عندي فترة وماشي هو بتاع نفسه فده مش بتاعي أنا بنلاقي بقى الأوفر بروتكت والحماس زيدة وإنه بلعب بازل فصعب شوي عليه فأتدخل بسرعة بيبقى كله من رحمة الأم على الطفل بس محتاجين نبصر الموقف بعقلانية أكتر وبناءنا عليه نقدر نقول إيه للأب والأم والمدرسة نأهل نفسنا بالالتزام وإحنا دخلين سنة دراسية جديدة سواء الطفل لأول سنة دراسة أو لأ بين الالتزام والانفصال عنك أو مواجهة المواقف اللي بنسميها مهارات حل المشكلات إزاي يتصرف في غير وجودك ده دورك علشان تأهل ابنك للمدرسة سواء للسنة الأولى أو لأ الالتزام أنا بشوف أسر كتير مش بنقفل التلفزيون قبل الفجر إلا في الدراسة طيب ما انت اشتغل أنا فهوم الالتزام إن جنرال علشان في الدراسة ما نتعبش أكيد لو حطينا سيستم أعتقد ده حيبقى أسهل للأم في الدراسة وللمدرسة وللأطفال كلنا حتبقى يعني نشتغل في منظومة كده متكاملة تقدر تيسر علينا كلنا دكتورة شيماء هلال استشاري التربوي احنا استفدنا من وجودك معنا النهاردة شكرا لوجودك شكرا للمدرسة 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 شكرا للمدرسة